نروح لزميلنا فاروق صلاح من فندق الإقامة يقول لنا الأخبار إزاك فاروق طب غير المكان فاروق وريني مكان أحلى برحب بك جابت الإسلام وبرحب بكل مشاهدين مشاهدة ومتابع شاشة قناة النادي الألي في كل مكان ومتابع برنامج البيت الكبير في كل مكان لا أنا كنت بأسألك الأول ما كنت غيرت المكان بقى كنت روحت الناحة التانية ورينتنا خلفية أحلى القتيل أنا عارف كله حلو الحقيقة وكله حلاوة يعني بالفعل كابتن إسلام واحد من الأماكن المميزة طبعا هنا في الأسكندرية وبالتحديد أنه يعني بعيد كتير جدا يعني عن الزحمة في مكان منعزل يعني بيطفر فيه يعني أي فريق بيفكر أن يعمل معسكر مغلق بيبقى هو المقصد الأول طبعا فيه للأندية أو للفرق يعني ده الأمر اللي يخلينا أكيد لك بقى أن مستر روي فيتوريا المدير الفن منتخب مصر خلاص قرر أن المعسكر بتاع منتخب مصر القادم في شهر 9 يكون هنا في برج العرب في مقر إقامة اللي بيقوم فيه النادي الأهلي تمام خلينا بقى نشوف أخبار مجموعة النادي الأهلي اللي موجودة هناك أو مجموعة اللاعبين اللي بيمثلوا النادي الأهلي فيه مباراة بكرة إن شاء الله ومن اليوم النهاردة كان ماشي إزاي اليوم بكرة كالعادة حيمشي إزاي يعني خليني في البداية يعني أشكر حضرتك جدا على الكلمة اللي حضرتك بتقولها مجموعة اللاعبين اللي بيمثلوا النادي الأهلي ما تقسمش الأمر ما بين لعبين كبار أو لعبين شباب كل من يرتدي قميص النادي الأهلي هو جدير أنه يمثل قميص النادي الأهلي ويمثل النادي الأهلي وده طبعا اللي احنا لمسينه واللي احنا شايفينه من اللعبة كابتن الإسلام علاقة اللاعبين الكبار مع اللاعبين الشباب الجميع بيلعب بانتماءه بحب لقيمة وقميص النادي الأهلي طبعاً النهاردة كان التدريب الرئيسي لفريق النادي الآلي على الملعب الموجود أيضاً في مقر إقامة فريق النادي الآلي أو يعني هذا التدريب الرئيسي كان بالأمس طبعاً زيما حضرتك عارف كان تدريبات خفيفة أو تدريبات استشفى لي اللعيبة اللي شاركت فيه مباراة الاتحاد النهاردة القوام بيكتمل بميستر ريكاردو سواريش يشتغل على بعض الجوانب يعني تقدر تقول إن المعسكر قد أفضلية وأريحية أكتر لميستر ريكاردو سواريش إنه يشتغل على بعض الأمور التاكتكية أو الأمور الخططية مع اللعبين الموجودين طبعاً النهاردة يعني ابتدى المران بجزء بدني خفيف معه بدروا مخطط الأحمال ثم التأسيمة اللي شارك فيها كل اللعبين يعني كل اللعبين يا كاتر إسلام شاركوا فيه التأسيمة النهاردة طبعاً كريم فؤاد اللي كان اشتكى من كادمة يعني أثار الكادمة لسه موجودة لكن اتطمننا من الدكتور أحمد أبو عبلا وإن كريم فؤاد يكون موجود وبالتالي وشارك النهاردة في المران بالكامل اتطمننا أنه هو يكون موجود غداً بإذن الله أيضاً برسته ومحمد عبد المنعم كل اللعبين الأمور المهمة اللي احنا لمسنا يا كابتن إسلام هي الروح الروح المعنوية عند اللعبين الجميع عارف إن إحنا يعني آه وضع صعب في الدوري خسرنا الكاس مصر لكن الجميع بيقول بنفتح صفحة جديدة مع الجماهير إن شاء الله كانت البداية من مباراة الاتحاد ثم مباراة المصري ثم استكمال مباراة الدوري بإذن الله ثم إن شاء الله طبعاً انضمام اللعبين الكبار اللعب للنادي الأهلي اللي طبعاً هم جزء لتجزء من النادي الأهلي أو نجاحات النادي الأهلي في الفترة الأخيرة قبل المران كان مستر ريكاردوس واريش عقد محابرة بالفيديو مع اللعبين طبعاً اتكلم على أهمية مباراة المصري طبعاً كان هو تابع تفرج على لويس بريرا ورؤول فاريا مخططة الأحمال كانوا عرضوا له الفيديوهات الخاصة بمباراة الأهلي والمصري في الدور الأول وأيضاً آخر أربع وخمس لقاءات لفريق المصري بيقف على نقاط القوة والضعف شفته في بعض الأمور في الخططية بيحاول أنه يعمل بعض الجمل في وجود برستاو في وجود ميكسوني في وجود محمد محمود في محمد حمد فخري أيضاً العناصر الشابة زياد طارق مع علي عمر مع أحمد سيد غريب أحمد سيد عبد النبي الزير الأيمن محمد أشرف يعني القوام القوام بالكامل الأمور برضو المهمة أنه بنلمسة أنه في تصميم وإرادة عند لعب اللعب النادي الآيلي تزام يا كابتن السلام أنت عارف اللعب النادي الآيلي لعب بيطلع من الجيم قبل معادل التمرين بيبقى فيه معاه ودي من النقاط المهمة جداً يعني برضو أنه أنا أريد أن أبرزها من خلال حضرتك مستر بيدرو مخطط الأحمال وموريسيو أنه ما فيش لعب يا كابتن السلام بيدخل الجيم الواحدة يعني من اللي أنا لمسته في الفندق على مدار الأيام لا بلاقي ممكن لعب لو وعب لواحده داخل الجيم بلاقي معه مخطط الأحمال مع المدرب العام ده أرضا لقيت مصطفى شبير كان أحمد سيد غريب وعلي عمر موجودين وموجود معهم مخطط الأحمال يعني لو تقدر تقول أن كل ساعة أو كل ساعتين أو كل ساعة مجموعة من اللعبين أو لعب بيبقى موجود معهم مخطط الأحمال الأمور كلها بتطم طبعا بمعرفة وضراية الجهاز الفني للنادي الآلي ودي من الأمور المهمة بيعقد طبعا جلسات مع الجهاز الفني مستر ريكاردو سواريش الكابتن سيد مع كابتن سامي لكن الأمور إن شاء الله تبشر إن شاء الله أن الفريق يكون قادر إن شاء الله على تحقيق الفوز واستكمال الأداء الجادي اللي شفناه في مباراة الاتحاد إن شاء الله الأداء يستمر في مباراة المصري اللي بنأكد عليها أنه واحدا من المباراة الصعبة للنادي الآلي نادي الأهل اللي طبعا كانت تلقى لزيمة في الدور الأول يتمنى إن شاء الله أنه يصالح الجمهور ويحقق الفوز في هذه المباراة بإذن الله لو نتكلم بقى كابتن السلام على تفاصيل اليوم غدا بمشيئة الله طبعا هيكون واجبة الفطار في تمام الساعة العشرة والنصف صباحا ثم واجبة الغداء هتكون في تمام الساعة الثالثة ثم المحاضرة الفنية لمستر ريكاردو سواريش هتكون في تمام الساعة السابعة وعاقب انتهاء المحاضرة هيكون التحرك الأستاذ الجيش ببرج العرب فريق النادر أهلي بعشر دقائق طبعا المباراة في تمام الساعة التاسعة على استاذ الجيش ببرج العرب طبعا أنا موجود معك كابتن السلام في استفسار في أي أمور أو أي تساول طبعا حبارتك حباب تتمنى على الحالة الطبية الخاصة بالمصابين أو اللعبة اللي هنا في القايرة طيب انبالح أو في المؤتمر الصحفي الأخير سمعنا مستر ريكاردو سواريش بيكلم عن أرضية الملعب وأنها واحدة من أفضل أرضيات اللي هو شافها خلال الفترة الأخيرة أعتقد أن ده جزء مهم جدا جدا لأن نادي الأهلي دايما متعود أنه هو يلعب على أرضية جيدة برج العرب تحديدا من الأرضيات التقيلة السنة معرفش هل ده موجود لغاية دلوقتي ولا لأ يعني أي منة يعني آخر مرة روحت برج العرب كانت الموضوع كان نجي لك التقيلة سنة هل الدنيا تزباطت دلوقتي؟ يعني خليني أقول لك كابتان اسلام ويعني شهادة حق ولازم يعني ننسب الفضل والمجهود وكل فرض ياخد حقه كل التحية لمسؤولي استاد الجيش ببرج العرب واحد من يعني صرح من الصروح العملاقة للرياضة المصرية وللدولة المصرية طبعا دور كبير جدا قام بمسؤولي الجيش في تجهيز هذا الاستاد الواحد أصبح واحد من الطحف المعمرية أرض الملعب مختلفة تماما كابتان اسلام يعني احنا كنا موجودين هنا في بعض المباراة في الدور الأول أرضية الملعب تمت صيانة أرض الملعب بالكامل شكل مختلف نوعية الأرض مختلفة مستر ريكاردو سواريش لما أشاد بالملعب وقال أن المسؤولين في استاد الجيش رشوا الملعب قبل المباراة ده ساعة في سرعة الإقاء أو سرعة الكرة في الملعب فده كان دور لازم نشكر فيه مسؤولي استاد الجيش ببرج العرب على مجهوده الكبير أن الاستاد ده يكون بالشكل ده طبعا نحب من الملعب المميزة في الرياضة المصرية وللدولة المصرية أيضا من ابن هزبة مستر روي فيتوريا كان توجه أيضا لأرض الملعب وزار الملعب وأثنى على الملعب وطبعا كما قلنا معسكر المتخب المصر هيكون هنا في المقر اللي قام في برج العرب وهيقد تدريباته على ملعب الاستاد الجيش ببرج العرب لكن أرض الملعب أنا بطميرها ككبتان إسلام أصبح في أبهى صورة استاد الجيش ببرج العرب أخيرا هل من الممكن أن يكون هناك تغييرات في الفريق بكرة بمعنى نحن بنشوف ريكاردو سوارش يعني كل مبارابي وفاجئنا ببعض اللاعبين اللي موجودين مع الفريق هما وزي ما أنا قلت في كلامي في الأول أنه إحنا عندنا 30 أو 35 أو 40 بمجموعة الشباب اللي بيبقوا طالعين معنا الأربعين لعب كلهم يعني أي حد فيهم يلعب إحنا ما عندناش أي مشكلة وكلنا ثقة كبيرة جدا فيهم هل من الممكن أن احنا نرى أي تغيير بكرة طبعا مش عايزة أعرف أسماء ولكن بشكل عام يعني خلينا أقول لك نقطة مهمة جدا يا كبتان إسلام مستر ريكاردو سوارش في كلامه أيضا مع اللعبين يعني بعض الأمور بيتكلم فيها مع اللعبين يعني بلغة الكرة بيقول اللعب لو خرجت من القيمة مش معنى خروجك من القيمة أو عدم وجودك في المباراة ده لا يقلل فنية من اللعب هي بتبقى النقطة يعني إذا أنا بكلام حدك بنفس الكلام اللي بيقول بستر ريكاردو سوارش اللعبين نعم بتبقى رؤية الجاز الفني في المباراة شايفة نوعية لعيبة لهذه المباراة لكن هذا لا يقلل من اللعب أقول إن اللعب يثبت لي أن أنت يعني بتتقبل هذا الأمر أليك في التمرين اللي بعد خروجك من القيمة مثلا والتمرين اللي بعد المباراة بتظهر بشكل جيد ده بيرفع من اللعب عندي ومن قيمة اللعب عندي حريص جدا هو يشتغل على العامل النفسية مع اللعبين خاصة اللعبة اللي بتبقى خارج القيمة اللعبة للنشئين لكن اللي احنا لمسينه في التدريب سواء الأمس أو اليوم هيبقى مثلا التبديل الممكن لو هيبقى في تغييره يبقى في مركزين أو تقدر تقول اتنين أو تلات عناصر من اللعبة اللي شاركوا في المباراة الأخيرة لكن كل اللعبة اللي احنا شايفينها نهاردة يعني بيرستاو ميكسوني حسام حسن صلاح محسن كل اللعبة اللي بتقدي بشكل أكثر من رائع في التدريب الجميع اللي النشئين بيتصابقوا طبعا بعد الإشادة اللي نالوها أو كل اللعبين نالها اللعب الأهلي في المباراة الأخيرة الجميع بيتصابق من أجل حجز مكان في التشكيل الرئيسي اللي زي ما قلت لك كابتن استام باختلاف في مركزين أو تلاتة يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة بكرة إن شاء الله بكرة نستمتع بوجودكم مع الفريق ونقل كل الأحداث التي تحدث في فندق الإقامة شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح من فندق الإقامة للنادي الأهلي